أول شيء كيف يمكن أن نعرف القلب في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعى بدعواته لهم الدين أما بعد أولا أن القلب سمي بالقلب لتقلبه لأنه يتقلب وفي الحديث ألوى إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله لأن القلب هو موضع الإخلاص ولذلك العرب حينما قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يدخل بعد الإيمان في القلب لأن أعمال الجوارح لأن الأمور التي تكون متمركزة داخل الإنسان التي تكون في قلبه هذه لا تزول أبدا مثل الجود والكرم والإخلاص والبخل والحقد والأمور من الخير والشر هذه تنبع من القلب ومن ثم فإن الإنسان إذا كان قلبه متيقنا بالإيمان وإن ظهر ما ظهر ورب العالمين لا يحاسب العبد عن كل ما يخرج من لسانه وإنما يحاسب مصدر من القلب لا يوأخذكم الله بلغوا فيه ولكن بما عقدتم الأيمان وعمار بن ياسر لما عدبه المشركون ليسب الرسول صلى الله عليه وسلم فسبه ثم غاضب فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمار إن عادوا فعد ونزل في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولذلك فإن القلب يحمل الأمور الكثيرة يحمل الحفظ والمعرفة لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف جمعت هذا العلم ونلته وأنت في هذا السن قال جمعته بلسان سأول وقلب عقول لأن القلب هو موضع المعتقد وابن آدم محاط بالأمور المعروفة بجوارح تلتقط ما حولها وعقل وعقل يغربل بعدها وقلب يعتقد الصدق أو كذبها الإنسان محاط بجوارح تلتقط ما حوله من العين واللسان والأذن تلتقط ما حولها وعقل يغربل بعدها ولذلك قيل للعقل عقل لأنه يعقل الأمور ثم إذا يعقلها يعني يغبطها يغبطها ولا يسلمها للقلب لأن القلب القلوب مغارف والألسنة القلوب قذور والألسنة مغارفها فما يخرج من اللسان إنما ينبع من القلب تنغرفه من القلب من القلب ولذلك قيل للجاهل والمجنون أحمق وقيل له أخرق لأن أخرق لأن العقل لا يغربل فما يقوله الإنسان ما يسمعه بأذنه ويقصر عن ما يطلقه بلسانه بدون فلتر ألا يتأمل فيه فهذا أحمق ولذلك قيل للعاقل عاقل لأنه يعقل الأمور بمعنى أن عيون الشبكة ضيقة لا يسلم للقلب إلا مطمئن منه فلذلك قال جوارح تلتقط ما حولها ثم قل عقل يغربل بعدها في غربلة ثم قلب يعتقد الصدق أو كذبها فما من عمل من أعمال الخير الدائمة تنبع من القلوب لأن ما صدر من الإنسان واستمر عليه فهذا نابع من الجذع من الأصل وما فعله ثم تنازل عليه هذا نابع من الجسم إنما سامعه أو تقليد ولذلك قال ما كان لله دام واتصل لأنه من القلب وما كان لغير الله لأنه لم ينبع من القلب القطع والفصل إذن فلرجع إلى القلوب والقلب كذلك جعل الله له بصيرة يدقق ورب العالمين أعاد البصر إلى القلوب لهم قلوب لا يفقهن بها فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وهذا يدل على أن القلب واختلف الأطباء والعلماء في مسألة القلب هل هو الضمير هل هو العقل هل هو المخل هل هو ما بين الجلبين فالأصل على أن القلب المقصود هو المضغى نفسه لقوله تعالى ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ولم يقل قلوب فيها طبعا إذن ثم أن القلب أحيانا يعبر رب العالمين عن القلب بالعقل وأحيانا يعبر عن العقل بالقلب وكلاهما ضمير في الإسلام يجب أن يكون هناك سيالة يسمي بأنفلو يعني تيار يمشي من العقل إلى القلب لا يكون هناك فاصل بينهما يعني أنه القلب هو مكمن العواطف الرادعة سواء كانت عواطف محبة كر حسد بغد يعني سواء إيجابية أو سلبية والعقل ينير هذه العواطف هناك يعني هناك تواصل تواصل وطيد بينهما ثم أن القلب هذا لا يعني أنه لأن هناك أناس لاحظوا ملحظا آخر قالوا إذا كان القلب هو مكمن الإيمان فأحيانا لو أجريت عملية لمسلم ووضع له قلب غير مسلم هل يذهب إلى المسجد أم إلى الكنيسة بالطبع يذهبوا إلى المسجد لأن الإيمان متواجد في الروح وليس في المضغة هذه التي من دم نعم إنما الإيمان متواجد في الروح قد تجرى عملية ونضع قلب لمسلم لغير مسلم هذا الذي وضع له القلب ويكون نصراني سيذهب بالطبع إلى الكنيسة لا يتغيروا عن دينه والعكس كذلك في المسلم العملية التي تجرى المسلمين في غارج الوطن وتوضع قلوب يعني مضغ لغير المسلم ومع ذلك يقوم ويذهبوا إلى المسلم هنا نقطة مهمة أستاذ الكريم مدام أن الحديث عن القلب معنى أنه مسؤول وباستطاعتنا أن نغيره ونقوم بإصلاحه لآية واضحة هنا في هذا المجال كما قلنا أن القلب هو مكمن العواطف المحبة أو غيرها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشونك سادها ومساكن سردونها أحب إليكم من الله ورسولي وجهاد في سبيلي فتربصوا احتياتي الله بأمره معنى هذا أنه الله سبحانه وتعالى يجعل القلب مسؤول ألا يحب أكثر من الله ورسولي وجهاد في سبيلي أمور حتى ولو كانت جبلة في الإنسان أن يحبها ما السبب هذا السؤال المهم جدا ما الذي لأن هناك تنمية للقلوب كيف نرفع الإيمان في القلب كيف تنتعش القلوب بالروحانيات بالاتصال بالخالق جل شأنه هنا بسبب الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على قلوب العباد كل يوم عودا عودا فأيما قلب أنكرها أسلم من شرها ونكتت فيه نكتة بيضاء ويما قلب وقع فيها أشربها وقع فيها ونكتت فيه نكتة سوداء حتى تكون القلوب قسمان قلب أبيض لا تضره فتنة ماذا من السماوات والأرض وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية كالكأس المنكوس لا يحلل حالان ولا يحرم حرام إذن القلب كلما أنكر الفتن كلما ارتقع فكأنها درجات كلما ابتلي بشيء واختبر فنجح واجتاز ذلك فإنه يصل إلى ورب العالم يقول وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم التمحيس يعرفه يعني الصادق من الكاذب الابتلاء له علاقة بالجسد والتمحيس له علاقة بالقلب لأنه قد يبتل الحرام المجرم مثلا وقد يستنطق المجرم إذا فعل شيء لكنه قد لا يقول ما في قلبه إذا قد يتكلم لكنه ما يخرج ما في قلبه إذن رب العالم يبتلي ما في صدوره وليمحص ما في قلوبكم إذن القلب يحتاج إلى تمحيس ولا يعلم ما في القلب إلا الله تبارك وتعالى الله مستحيل يعلم أحد لا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى إذن القلب بيد رب العالمين وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول اللهم يمقلب القلوب تبت قلبي على دينك فقالت أم سلمة يا رسول الله كيف تقول ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر قال يا أم سلمة ما من قلبي مؤمن إلا بيني أصبعي الرحمن إن شاء أزاغا وإن شاء أقامة فقولي تمعلم هذا الدعاء الذي ينبغي الأمة أن تعرفه قال فقولي إذا أردت سلامة القلوب اللهم رب محمد النبي اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن اللهم رب محمد النبي اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن لأن مضلات الفتن هي التي تنكث في القلب النكث السوداء القلب ينتمي ويترعرع ويرتفع بالإيمان بسبب ما ينكر من الفتن وبسبب ما يجلب عليه الصاحبه من الخير من التعبد والتقرب إلى الله وغير ذلك فالحديث هذا جامع مانع اللهم رب محمد النبي نحن دعونا الله بأفضل مخلوق على وجه الأرض لرب محمد النبي اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن فدل ذلك على أن مضلات الفتن هي التي تقحم الإنسان فيما لا يحمد عقبعه وجميل في الدعاء هناك التوسل بالحبيب السيد العرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن الدعاء بتوسل بسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب محمد النبي يعني تدعو الله تبرك وتعالى وقد جعلت النبي صلى الله عليه وسلم في واجهة الكلام كما جاء في الصلاة المشيشية الكبرى إذ لولا الواسطة ذهب كما قل الوسط لذلك فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في المطر يستسقون فهذا يسمى ما يعرفه العلماء بالدعاء بالعمل الصالح فقال اللهم إن كنا نستسقي بنبيك وقد مات وها نحن الآن نستسقي بعمه وكذا العباس حاضر فدفع العباس فرفع يده وفنزل المطر إذا دعوا الإنسان ربه بالعمل الصالح كأصحاب الصخرة فإن أصحاب الصخرة كانوا في اليمة دخلوا الغار فقدم أحد قال اللهم إن لو كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبل وما أحد فدعا اللهم إن كنت فأت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عننا نحن فيك ثم قال الآخر اللهم إنه كانت لابنته عم وارض ورودتها فإن كنت فأت ذلك ابتغاء فانفرجت والآخر صاحب الغنم معنى هذا أن يجب على الإنسان أن يكثر العمل الصالح ليدعو به يكون شفيعا له في ساعات إذا عرفت الله في الرخاء يعرفك في الشدة ولذلك على الإنسان أن يجعلي نفسه في حياته بعض الأمور التي يحتاج إليها في الشدة وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلم يراني لا إله إلا الله فإذا كان الإنسان أراد أن إذا تولع وكان بينه وبين نفسه فعليه أن يغتنم لنفسه بعض الأمور بينه وبين ربه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من أن نفسه يكون عندنا سر مع الحق سبحانه وتعالى صدقة السر ينبكي خوشو عليه تبارك وتعالى ولذلك فإن أعمال السر 90% من الخير أكد الله عليه أكثر من 90% وأعمال العالم جعل الله لها 10% إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتوتوها الفقاراء لهو خير لكم لأن نعمة تصغير نعمة تقول نعمة الرجل عمر ونعمة الرجل زين ولذلك إن تبدو الصدقات فنعمه ولم يقل نعمة قال نعمة وقل نعمة الأمر لشيء ظهر ونعمة أجر زيد طالما استثار فالعلان إظهار خير قد خفى والستر في الأجر من نهج المصطفى أستاذي الكريم سيدي عبد الوحيد وجيه نشكركم على هذه الحلقة الوجيهة في الحديث عن أهمية القلب ومدى قيمته في ورع هذا الإنسان المسلم الذي يريد أن يسير الله سبحانه وتعالى ويكون له القلب السليم الذي يشفع له ليدخل جنانا النعيم لذلك أحباب المشاهدين الكرام أخي المشاهد اجعل في قلبك ثلاث التسليم للمولى وحب سيد الورى والدوام لشكر الخالق سواء في السراء أو البلوى وطهره من ثلاث الكره والحقد والحسد وزينه بثلاث الصدق والإخلاص والورع أحباب المشاهدين الكرام نشكركم على حسن إصائيكم نتمنى أن ألقاكم في حلقة قادمة بحول الله دمتم في رعاية الله أنتم في وديعة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر